السلام عليكم النهاردة اليوم السبعتاشر في رمضان رمضان قرب يخلص وكلها أيام معدودة وهنقول إلى اللقاء رمضان من الأمور اللي بتكون صعبة علينا وبتبقى بالنزة بنا صدمة خصوصا لما بنفقد شخص قريب مننا اللي هو الموت أكيد بتشوفوا الناس كيه بتموت كل يوم أو بتسمعوا عن الناس كل يوم بتموت أو حاجة لكن ما بتتأثرش في شكل كبير بتبدأ تتأثر إمتى لما يكون الشخص ده قريب منك والتأثير بشكل كبير بيخليه تقف في لحظة كده وتقول إيه ده أنا ما استمتعتش معهم بشكل كافي أو ما عبرتش عن مشاعري بشكل كافي أو كنت بتخلي معهم على الحاجات تفهى ودي الحاجة اللي أنا عايز كل واحد فينا ياخد باله منها عشان لما يحصل وهو هيحصل يعني دي سنن كونية موجودة لنا كلنا إن الشخص اللي معاك يا إما أنت هتفرقه يا إما هو يفرقك واحد من الثاني هيبدأ يفرق الثاني في الأول فعشان نتعلم النقطة دي نوصل مشاعرنا بشكل إيجابي وفي نفس الوقت أغلب الناس اللي بتتكلم معهم لما بتي يجي مثلا بتخاني مع شخص ما إذا كان زوجه زوجة أو أبه أم أو أولاد لو جينا بصينا على البوتوم لاين زي ما بنقول أو اللي هو النقطة الأخيرة أنتوا بتتخانقوا ليه هتلاقي إنه بتدافع الحب لكن التعبير غلط بتدافع الحب بتخاني معاه عشان يأكل عشان يبقى صحيته كويسة أو عشان ينام عشان نرتاح أو عشان يزاكر عشان ينجح شوف هتلاقي فيه حاجة عشان حاجة عشان حاجة لكن في النهاية هو هدفها في النهاية الحب بدافع الحب إحنا بنعمل كده ولكن إحنا ما تعلمناش إن إحنا نعبر عن الشيء بدافع الحب بشكل إيجابي بشكل إنه ما مطلب منك طلب يأثر فيك ولو ما عملتوش كمان برضو هيأثر فيك لكن ما عمل لكش إهانة أو ما زعلكش أو ما تخنقش معك فمحتاجين إن إحنا نتعلم النقطة دي عشان لو فرضنا إن شخص ما في حياتنا توفاه الله يبقى إحنا عالقل راضيين إن إحنا حياتنا بيننا وبينه وبين الشخص ده كانت حياة جميلة حياة كويسة تمام؟ عشان ما يجيش عليك وقت وتقول يا رتني ويتيجي بقى جلد الزات وتلاقي نفسك أنت حاسس بنادم وحاسس بقلم وحاسس له طب ليه أنا عملت في نفسي كده وتعيش بقى في دايلامة كبيرة جدا وتبدأ تروح لدكتور نفسي عشان يطلعك من الموضوع اللي أنت فيه دوت أو تلاقي حد يساعدك فالموضوع الموضوع متشعب فعشان ما توصلش المرحلة دي قرب من الناس اللي قريبين منك وحسن الاسلوب بتاعك مع الناس ولو أنت أسلوبك كويس كده كده ممكن تكون التحدي التاني أنت ما متعبرش عن مشاعرك بشكل كافي يعني لما تيتقول مثلا لشخص أنا بحبك أو بحبك الستات عندهم القدرة دي أن هم يعبروا عن مشاعرهم بعض الستات وبعض الأمهات بشكل كبير لما حصلهم صدمات كتير في حياتهم ما بقوش يعبروا هم بيحبوهم والأولاد عارفين أن هم بيحبوهم والأمهات عارفين الأولاد عارفين بيحبوهم شوف اللفة لكن ما حانت بقول لحد أنا بحبك ودي مشكلة لأن هم بيعبروش عن مشاعرهم والمشاعر دي جزء من حياتنا وجزء من كينونتنا موجودة فينا مش حاجة نتغاضع عنها أو نخبيها مثلا تحت السجادة لازم تعبر عن مشاعرك أغلب الناس بيعبروا عن مشاعرهم بالغضب لكن ما بيعبروش عن مشاعرهم بالحب والرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم في حاجات كتير قوي وأحاديث كتير فحواها أن أنت تعبر عن مشاعرك زي لما قال لك إذا أحب أحدكم أخافة اللي يعلموا بذلك طب ما دي مشاعر أنت بتعبر وده الأخ طب ما بقى لك الأب الأم الأقل الزوج الزوج الناس القريبين منك اللي في الدايرة وده اللي أنا كنت بتكلم مع شخص من كام يوم بقول له الواحد لا مشاعرش بالموت غير لما حده قريب منه قوي يتوفاه الله وبإبدأ ياخد باله تبقى صحوة عشان كده خلينا ناخد بالنا من النقطة دي ونعبر على مشاعرنا بالشكل الإيجابي ونبقى وصلنا للمرحلة لو الشخص اللي معنا دوت أو مش لو لما الشخص اللي معنا دوت يتوفاه الله يبقى أنا كده مرتاح وقضيت معاه وقت جميل والنقطة أخيرة موضوع البكاء موضوع الحزن ده موجود مش مشكلة أن أنت تبكي وتحزن على الشخص لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما قلت ابن إبراهيم توفاه الله قالك إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على ثراقك يا إبراهيم لمحزنون الكارثة هنا بتكون لما الواحد بيحصل لصدمة كبيرة وبيبقى موت شخص في حياته بيضمر له حياته إخفى لازم نتوقع الحدوث الشيء ده وقت سعيش إن إحنا ندعي لهم ندعي لأموتنا عشان ده شيء بيبقى بقيلهم وده اللي رسول صلى الله عليه وسلم قاله ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث واحدة من النقط اللي هو ولد صالح نجد علا فخليك أنت أو أنت الولد الصالح اللي بيدعي للشخص إذا كان الأب أو الأم أو الأزواج سلام موسيقى